المعارضة التركية بيقولوا اردوغان عمال يروي يروي ويروي ويروي بيروي ايه امجاد اقتصادية والناس مش لاقيه تاكل فاي اذكرت استورك ده احد اقطاب المعارضة التركية بيقول لاردوغان انت عمال تحكي في حكايات لامجاد اقتصادية والاطفال تحت الانقاض في ازمير طبعا تعرفين القصة في ازمير لما حصل الزلزال الشديد وقعت البيوت زي انتوا شايفين الصور طبعا وقعت وكانت يعني بيوت من ورق وقعت بهذا الشكل واحنا طبعا يعني انسانيا مع الناس الغلابة اللي راحت انسانيا يعني ندعو لهؤلاء بالسلامة انسانيا يعني بكل ما تحمله الكلمة والله من صفك احنا ضد اي انسان بيتعرض لاي شيء ده ده حاجات من الطبيعة بتاعت ربنا يعني لكن في كل الاحوال كانت تركيا لما يلاقوا اكتشفوا غاز يقول لك شفت رضا ربنا علينا من الايمان شفتوا يا جماعة كل شوية والاخوان يقولوا شفتوا الراجل ده تقلي هذه الجباهة التي تعفرت بالسجود لله لقت بسرعة غاز لان ربنا بيدينا ولم يحصل الزلزال طب ايه يعني الرابط يعني ايه الحكاية يعني عموما يعني انا مش ده موضوعي لكن في بنت طفلة لقوها بعد ثلاثة ايام يمكن صح يا ابراهيم قعدت 65 ساعة تحت الانقاض وهو قاعد ما راحش اردوغان يشوف الناس راح يعمل دعاية انتخابية في منطقة سامسون بيعمل دعاية انتخابية لانتخابات رئاسية محتملة في 2000 وكان 23 بعد سنتين ولا بعد ثلاث سنين انتخابات رئاسية بيعمل النهاردة اردوغان والله العظيم هذه معلومات موثقة ما تجيب لي ابراهيم صور يا اخي الراجل اردوغان بيعمل دعاية انتخابية النهاردة في شهر نوفمبر 2020 الانتخاباتها تجري في شهر 6 2023 من دلوقتي وقاد الطفلة اللي مرميها تحت الانقاض ما راحش اردوغان يشوف الزلزال ويشوف الضحايا الزلزال حوالي 80 ولا 89 واحد مات وحوالي 1000 واحد مصاب والبنت اهيه طلعت من تحت الانقاض بعد ثلاث ايام وهو عمال داير يلف يقول انتخبه حزب العدالة والتنمية ولم يكلف خاطره انه يذهب الى هذا المكان اللي في ازمير اللي حدث فيه محادث